رغم أن الشخصيات التي يحيكها خياط حارتنا أكثر جودة وأناقة من الشخصيات المصنوعة في المصانع إلا أن الناس يشترون ما تصنعه المعامل يثقون بالآلات أكثر من ورشته فهم وأقصدوا الزبائن ملعون بعيش الحياة كما هي لا تغريهم الدقة أو الأصالة يحيك خياط حارتنا الشخصيات لأولئك الباحثين عن شيء ما ويصنع المعمل آلافا من الشخصيات التي وجدت سلفا ما تبحث عنه دون عناء محاولة لذلك كتب خياط حارتنا ذات مرة إعلاناً وقال فيه أحيك شخصيات تليق بما تؤمن به كي لا ترتدي ما يرتديه غيرك منتجات المعامل لا تراعي خصوصيات الزبائن تصنع كميات كبيرة من شخصيات متماثلة رخيصة قد يكون بعضها ضيق عليك أو فطفاضاً بينما في الورشة آخذ بدقة مقاسات عقلك وأصنع لك ما يناسبك دون تكلف أو مبالغة شخصية المصنع يرتديها الآلاف غيرك بينما أنا أحيك لك شخصية واحدة وفريدة لن تجدها مكررة في غيرك إلا أن الناس لا زالوا يثقون بالآلات أكثر من ورشته حتى بلغ الأمر في حينا أن الجميع باتوا نسخاً من شخصيات مكررة قلة منهم يشترون ما يحيكه خيات حارتنا فمن يخيطون شخصياتهم بأيديهم نادرون يا صديقي ترجمة نانسي قنقر